بسم الله الرحمن الرحيم انا اسف جدا على التأخير ربنا يكرمك يا رب ويخليك ان انت قدرت تستحملني معلش في التأخير باذن الله ما عادش يحصل التأخير تاني خالص احنا خلصنا الشغل اللي ورانا كان شوية ضغط فالمرة اللي فاتت احنا خلصنا البروتبند فانت حضرك طالب الفي بي ان او تعريفه جوه المايكرو تيك اسمه بي بي تي بي لو انت فاكر احنا عملنا البروتبند من التراب البي ده لو انت فاكر احنا عاملينها سوى صح طيب هنيجي بصة كبيرة علشان نعمل بي بي تي بي هنيجي على الانترفيس هنعمل اضافة بي بي تي بي سيرفر ممكن تلاقيها سيرفر وممكن تلاقيها سيرفر بندنج هنروح ضغطين عليها كده وهقول له اوكي جميل جميل او اجي على الاي بي بول هنعمل هنسمها هنا مثلا في بي ان وهنعمل الايبهات اللي احنا عايزينها اوكي 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 ا نسميها كومنت VPN نتورك علشان تبقى عارف حتى هي ايه تمام نفس الدرس بتاع المرة اللي فاتت جميل هنيجي على ترابل بي تاني عندي هنا بي بي تي بي سيرفر اضغط عليها كده وعلمه اقول له نيبل وعلم على كل المربعات بي بي تي بي سيرفر وعلم على كل المربعات وهقول له اوكي جميل هنيجي على بروفايل لو انت فاكر احنا كنا عاملين البروفايل كذا 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 تمام اهو هنيجي بقى على البروفايلات المرة دي هناخد من ده كوبي مثلا او من البروفايل الاصلي اللي بيبقى عندك اللي هو الديفولت بتاخد منه كوبي وتخلي هنا الايبهات اي حاجة انت عايزها اللي هي فوق وتحت VPN تمام وابلاي وهناخد منه كوبي هنعمل السرعات 256 وهنعمل الليمت بتاع السرعة زي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت 256 كي على 256 كي ابلاي كوبي ناخد ايه اه هو بيقولك ان 128 اه هنا هنا الاسم هو لسه زي ما الاسم 56 واحنا عندنا فوق 256 هنخليها كده 256 VPN علشان ايه تختلف عن دي وهاجع الليمت هنقوله ايه ابلاي بعدين كوبي 512 برضو VPN علشان نبقى عارفين القصر والليمت زي ما اتفقنا هنزود هنا ده الابلود وده الايه الابلود شان تبقى عارف جميل طيب لو حبيت ان انا لو حبيت اعمل يوزر بقى للمستخدم هنيجي على secret هنيجي على اضافة هسمي هنا مثلا test هنجرب كده يوزر test سوا هنشوف هيربط ولا لأ test الباسورد 123 السيرفس بقى هنا هنختار bbtb البروفايل اختار له السرعة اللي انت عايزها من ال vbn فحنا هنسيبها لايه هنسيبها بروفايل واحد ده اللي هو احنا عملنا ال default بتاع ال vbn مش كده اه ده ال default ده vbn default ده اللي هو السرعة المفتوحة في ال vbn لو جينا لل secret وحنا اتفقنا اه علشان تظهر النجوم تعالي على setting شيل ال head password ده علشان ال password ده تظهر قدامي يبقى هنا هختار ايه ال vbn default فحنا عملين هنا سرعات للبروت باند دي سرعات لل vbn تمام جميل طيب عايزين نجرب بقى ال vbn كده اشتغل ولا لا عايزين نجرب ال vbn كده اشتغل ولا لا بص يا سيدي هنفتح ال connection بتاعي open عايز اعمل connection هقول له set up a new connection وconnect و ايه وورك او vbn next وهقول له كريتلي جديد هنا طالب IP انا عايز اقول لك ال IP ده هتجيبه منين ال IP ده هتجيبه من IP address IP دخول الانترنت شايف IP دخول الانترنت اللي انت عامله ده اللي هو 1.55 خدوا كده كوبي IP دخول الانترنت ال IP اللي بتطلب هنا هو IP دخول الانترنت بست وقول له اللاو وهقول له create تمام كده قال لي ايه انا هدخل اهو هنختار بس عنه واحدة ال vbn connect او ده connect هيطلب مني username وباسورد احنا عملناه test و 1 2 3 تمام هقول له اوكي جميل اوي connect اهو قال لي تمام اجي افتح انترنت اشتغل انا كده بالبروفايل او بال connect بتاعي اهو ال vbn اهو شغال ساحب ال IP 22 اللي احنا اتفقنا عليها واعطيه لنت وشغال ما فيهوش اي مشكلة اهو لو فتحت بقى اليوتيوب غيره شغال طيب حضرتك طلبت ازاي هتربط نقطتين ببعض شفت الاعدادات اللي انت عملتها هنا شفت الاعدادات اللي احنا عملناها سوا في السيرفر هنا هنا هنخش بال IP السيرفر بتاعنا اللي هو 10-002 لو بصيت bbtb تست شغال قدامك اهو بيقولك انه شغال نجرب كده داونلود عشان نسبت برضو ان احنا ساحبه منه انترنت بص كده فوق ابتدى يسحب اهو بي بيت اهو ابتدى 6 ميجا 9 ميجا 7 ميجا شغال زي ما انت شايفه جميل طيب المطلوب بقى ان احنا نخش على شبكة من بره او تربط شبكتينك ببعض شفت الاجراءات اللي احنا عملناها هنا IP بول و IP Firewall نات فتحنا و IP و قصدي Travel B عملنا هنا اضافة وعملنا هنا سيرفيس اوت زي ما احنا دي كانت معمولة من الدرس اللي فات وفي السكرت عملنا او في البروفايل عملنا سرعة وفي السكرت عملنا يوزر جميل طيب انا هوريك بقى دلوقتي انا دلوقتي في دوميات شيربين دي محافظة بعدي بتقريبا 75 كيلو هربط عليها حالا هنعمل كده اللي ده دسكنكت اها ده الفيبي الناية اللي في شيربين اللي يتبض عني 75 كيلو هروح عامل لها هروح عامل لها هروح عامل لها بص شايف الاي بي اللي انا عامله ده 41-42-1442 كزا جميل كده انا رابط على سيرفر جوه شيربين لو انا فتحت كده لو فتحت الانترنت بس خد بالك ان انت هتبقى شغال بسرعة ابلود السيرفر اللي في البلد التانية يعني انت هقول لك انا انت دلوقتي عملت سيرفر شبكتك دي شبكتك دي سرعتها اه اتنين ميجا داونلود على واحد ميجا ابلود يبقى انت هتشتغل هنا في السيرفر التاني بسرعة بسرعة ده بسرعة واحد ميجا بس هلن اهو هوريها لك عشان احنا عملين اكتر من connection عايزين ننهي لايه شبكة احنا فاتحين اكتر من connection عايزين نقفل ده disconnect عايزين نقفل ده disconnect اهو احنا عاملين اتنين connect نعمل ده disconnect جميل احنا قلنا هنجيب البناية اللي في البلد التانية اللي هي vbn connection connect 41 كذا 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 ده اللي هو ال ip بتاع البناية التانية جميل هفتح صفحة انترنت بس كبير عشان نسهلها عليك في عندي حاجة من الاتنين اذا كان انا عامل عندي مايكروتيك وعمل يوزر vbn وعايز اكن علي من شركة تانية او من موقع تاني شركة تانية او موقع براوتر عادي اصل في حلين عندي هكنك عليه من بعد مايكروتيك ولا هكنك عليه من راوتر عادي لو انت عندك راوتر عادي في الشركة وعايز تخش على شبكتك اللي انت عاملها vbn في الجنب التاني يبقى هتخش من الراوتر كده هتقول له كده من الراوتر على طول connected هفتح صفحة هفتح صفحة انترنت هلاقيني حالا هشتغل ده ده السيرفر ده في شيربين زي ما قلتلك لو قلتله ماي اي بي حتى شان انا بقى عارف ماي اي بي شيربين تابعة للمنصورة ممكن يقول لي مكاني فين دلوقتي بالرغم ان انا في دمياط محافظة قدك اهلية المنصورة يعني هو قل انت في المنصورة محافظة قد اهلية بالرغم ان انا اصلا في دمياط وهوري لك الاي بي الحقيقي اللي انا ايه سحبه تمام فانا كده وريتك ان انا سحبت من بلد تانية هي نفس الفكرة اللي انت عايز تعملها طب دلوقتي انت عايز تربط سيرفرين مايكروتيك بال في بي بي ان دلوقتي حالا انا رجعت المايكروتيك تمام علشان نجرب الدخول نفتح كده بس النتورك ونعمل لده دي سيبول ايوه هنعمل لده دي سيبول جميل طيب دلوقتي انا اشغل من المايكروتيك بتاعي مزبوط انت شفت المايكروتيك او المكان اللي انا فيه دلوقتي حالا كام هنا بيقول انت فين كايرو مية واربعة واحد واربعين انا بس عشان احنا قريبين من ده اهلية ده اي بي تاني خالص اللي هو بتاع المكان اللي انا فيه وده الاي بي بتاع المكان اللي انا واخد منه هناك جميل طيب انا عايز اعمل connect او عايز اربط السيرفارين بالمكان ببعض هخش كده على سيرفاري اللي هنا اللي احنا لسه عاملينه سوا هنيجي على قايمة travel b وبعدين نضغط كده travel bbtb client bbtb client هنا هيقول لك connect to ايه هنا طبعا اليوزر اللي انا عامله في السيرفر اللي في البلد التانية اسمه هادي والباسورد 123 ده اللي انا عامله انا هنا بقى محتاج ip وهي دي اللي عايزة منك حاجة بسيطة جدا تكة بسيطة كده عشان تعرف ip بتاعك كام ال ip اللي انت هتخش عليه vbn من البلد او من الشركة على اللي عندك تعرف كام عندي في السيرفر حاجة اسمها ip cloud اعمل enable وقول له apply بس لما هيعمل apply طلع لك ip يبقى انت تاخد معاك ip ده وتروح الشركة وتطلبه وتشتغل عليه جميل طيب لو انا مش عارف اجيب ال ip الاسم ده ثابت مدى الحياة ما هيتغير خده كده كوبي خده كوبي كده وحط وخليه معاك في ملف في اي حاجة لما تيجي المايكرو بتاعك هنا عشان جاب لي هنا راوتر فهيجيب لي الراوتر لكن هو عندك انت هيجيب لك المايكرو تيجي هتفتح الوانبوكس عادي خالص تخش على المايكرو تيج اهو يعني انا دلوقتي في شركتي وعايز اخش على الشبكة بتاعتي بس مش عارف ال ip كام هروح جاي ده ده ثابت عمره ما هيتغير هروح ايه له كده هو connect هيروح طبعا عشان انا جوا الشبكة مش هيدخل لكن انت من بر الشبكة هيدخل لك طب لما اعمل connect لما اعمل connect إلا هيجرى هيروح فاتح معايا السيرفر كده اروح انا جاي على ip اعرف ال ip اللي هو ساحبه دلوقتي حاليا كام ادخل بي في الايه لما نيجي نعمل connection لو انت فاكر لما عملنا connection هيبقى set up connect network هنا هقول next هنا ال ip ده هو اللي هيبقى ip ايه الكلاود اللي انت لقيته وبعدين بقى create و user name و password بتاعك طيب انا عايز اجيب السيرفر اللي في شيربين ده او اللي هناك عايزين نجيب ال ip بتاعه حالا هنشوف ال ip بتاعه كام نمسجله هنا في واحد منهم اده ال ip بتاع السيرفر اللي في البلد التانية علشان نربط الميكرو تيكين ببعض اهو زي ما اتفقنا هنجي على travel b بعدين travel b b tb client وهنا ال ip اهو بتاع البلد التانية ال user بتاعي اللي على السيرفر في البلد التانية وال password اللي انا عامله في البلد التانية ويقول apply بص قال لي ايه connected وجاب لي فعلا ال ip بتاع السيرفر اللي في البلد التانية خد بالك بقى انك تقدر تخش على سيرفر البلد كده ايه انا ربطت كده اتنين ميكرو تيك ببعض ربطت اتنين ميكرو تيك ببعض تمام اه طبعا هنا هيجيب بقى ال ip اللي عندي هنا مش هيغير هيجيب نفس ال ip اللي هنا بس انت ربطت كده ميكرو تيك ببعض لو حبيت اخش على ال win box اللي هناك اللي في البلد التانية لو انا عايز اخش على ال win box اللي في البلد التانية ايبيه واحد 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 بس دولود انج بلوجين هيفتح بس انا مش ايه معاييش باسورد السيرفر التاني يبقى فعلا هيفتح لي السيرفر التاني انت خليت الشبكتين واحد طيب مش عايز نخلي الشبكتين واحد يعني مش اتنين مايكرو تيك ده هو مايكرو تيك واحد اللي عندك في الشبكة وانت في المكتب عايز تفتح المايكرو تيك ده خلاص اتفقنا بال vbn بتاخد اي بيك كلاود وتخش بيه اتمنى يكون الشرح سهل معاك لو اي حاجة وقفت معاك كلمني وانا خش معاك حتى دعم فني اتمنى انهاء الخدمة لان احنا كده خلصنا التلات دروس اللي متفعين عليها شكرا ليكم والسلام عليكم